اشتركوا في القناة يسبب هذا الانقلاب لدول المجاورة وهناك كما يعلم أن دول غرب افريقية تعاني من انقلابات متكررة بين فيناتما أخرى والمحور الثاني نتطرق حول رغبة بعض الدول الافريقية للانضمام إلى مجموعة بريكس ما هي المكاسب التي تجنيها هذه الدول الافريقية وراء انضمامها إلى مجموعة بريكس وما هي الحديث المحتملة إذا تم قبول انضمامها في مجموعة بريكس معي في هذه الحلقة السيد محمد أمين النحاس الكاتب والمحلل السياسي الذي يشرفنا دائما في مواضيع الدبلوماسية في استوديو وبين أتمنى لكم مشاهدة الكرام مشاهدة طيبة كونوا معنا سيد محمد أمين شكرا لك مجددا لحضورك في استوديو وبين شكرا جزيلا أحييك أخي محمد ومن خلالك أحيي الجهور المتابع لبرلمج الدبلوماسية دول غرب إكريقيا تعاني بين فينة أخرى انقلابات متكذرة وآخرها الانقلاب في النجر ماذا يمكن أن نقول حول هذه الانقلاب؟ ما هي الأسباب الجذرية التي تدعو العسكر أو المكون العسكر للانقلاب على الحكومات؟ شكرا جزيلا أفريقيا عبوا وموطقة الساحل الأفريقي في غرب إفريقيا هي موطقة تدور فيها التفاعلات كبيرة جدا هذه التفاعلات الإيجابة منها وحتى السلبي يأتي بنتائج واحدة من النتائج التي أمامنا في موطقة الساحل مؤخرا ما حدث في دولة النيجر من انقلاب عسكري على حكومة منتخبة ولم تنضي أكثر من سنتين منذ انتقابات الحكومة وحدث هذا الانقلاب الانقلاب في النيجر واحدة من الأشياء هي إزامة الانقلابات في موطقة أفريقيا اللي يتركز بشكل أساسي أو المركز الأساسي تبعه في موطقة الساحل فبالتالي النيجر ينضمط إلى هذا النادي الذي ممكن يبدأ في شرق إفريقيا وينتهي في أرصى غربها عند حدود موريتانيا القزام يشمل السودان وينتهي في موريتانيا فأكيد طبعا فيه مسببات لتكرر حدوث هذه الانقلابات في هذه المنطقة يأتي على رأس المسببات الحراك الذي يدور الحراك الاجتماعي المعاناة أو القصور الاقتصادي الذي ينعكس على معاش الناس فهذه الأسباب الأساسية التي تحرك هذه الانقلابات وربما في الكثير من الأحيان تعطي هذه الانقلابات نوع من الشرعية الشعبية وهنا يكون السؤال يجدد السؤال حول الجدلية القائمة ما بين الأحقية التي تأتي عبر صناديق الانتخاب وما بين المطالب الجماهيرية الحكومة في الناجر صحيح أنها حكومة منتخذة وهي بالتالي حكومة ديمقراطية تحضر بقبول دولي وحتى إقليمي وحتى كمان في البروتوكولات أو في الاتفاقات تم التوصل إليها من رفض لكل الحكومات التي تنتج عبر تحولات غير دستورية فلكن أيضا في الجانب الآخر هذه المظاهرات المؤيدة لهذا الانتخابات يجب أن يكون تأخذ في الحزبان أحلام وطوحات الشعوب عن الشعوب هي عايزة الناجر من الدول الغنية تحديدا في جانب بتاع اليورانيوم والجانب مورد الذهب فلكن لا تزال هذه الدولة بها برغم من هذه الموارد الموارد الكثيرة التي هي من الدول الفقيرة فدونك المؤشرات الاقتصادية الأبرز في لتيبيان ما تعانيها الناجر من حالة بتاع الطفق أو من حالة بتاع الطوائق معيشية تنعكس على السكان المؤشر الدال على ذلك مستوى دخل الفرد لا يتجاوز أقل من دولارين في اليوم وهذا رقم مدني جدا يعني إذا حسبناها بالبر الإتيوبي لتقريب المشهد بالنسبة للمتابعة والمشاهد اللي هي بذعة دلها أقل من 200 دولار 200 بر في اليوم ده المتوسط طبعا فيه أقل من كده بكثير يعني وفيه أعلى من المتين بر فلكن على أي حال هي تعيش فقري متقع بكل ما تحملها هذه الكلمة من معاني ولذلك قابل هذا الحراك والانقلاب قبول شعبي بينما ليس لهذا الانقلاب أو هذا الحراك أي قبول على المستوى المستوى الأقليمي أو حتى على المستوى الدولي واحدة برضو من الأشياء التي يعكس هذا الانقلاب مدى الرفض استمرار الرفض في مناطق في منطقة الساحل في عدد كبير من الدول في أنها ترفض النفوذ الفرنسي وبذلك يعم أو يزداد الحجم بتاع الرفض للنفوذ الفرنسي في دول القارة عموما في منطقة غرب إفريقيا على وجه التحصيص هذه الانقلابات التي حدثت بتحديدا في النيجر والتي تحدثتم عني ربما تتسع رقعتها هل الشباب الإفريقي أو المجتمع الإفريقي بدأ يفيق لرفض النفوذ الفرنسي هل هناك عمل إذا تطورت مثل هذه التحركات لتقليص النفوذ الفرنسي في منطقة السلاة ومنطقة غرب إفريقيا وحقيقة الانقلاب يعكس هذا الأمر بشكل جلي وواضح ممكن تكون الدعوات فيها تبود يكون هو فعل منطقي وعاقل وواعي وفي بعض الأحايل ممكن يكون يلتبس الأمر وبرضو كمان يكون فعل انطباعي غير واعي أو أولا أدوات الوعي ليست هي طبعا كل الجماهير التي طلعت في المظاهرات المويدة للانتخاب هي واعية بهذا النوع من الحراك أو إنها فعلا سئمت النفوذ وحالة الفقر التي تعيش جراء الاستغلال الاستعماري الذي لا يزال موجود في كثير جدا من دول القارة ودونك المظاهرات التي ترفع الأعلام الروسية بل ترحب بفاقنر فلا يمكن اعتبار هذا الفعل هو فعل واعي يعني هتعمل ما هي النتائج إنه تتخمص من نفوذ معجل أنه فصف في نفوذ ثاني فيبقى فعل قير واعي لكن الشيء في الأمر إنه آن الأوان كما طر الشعوب في هذه المناطق في إنه تنال استقلالها وتكون هي سيدة على مواردها هي تتحكم فيها هي النيجر تنتج سبعة في المئة من جملة الانتاج العالمي لليرانيوم وإذا حولتها للغة الأرقام هذه المعلومة فهي تعني الكثير جدا طيب من يقوم على أمر استخراج اليرانيوم أو حتى الذهب في النيجر هي مؤسسة لا تملك فيها الدولة إلا خمستاشر في المئة من جملة الأسر خمسة وتمانين في المئة هي مملوكة للفرنسيين فبالتالي وأكيد إنه النفوذ للفرنسي هو ماشي في طناع الصلاة إنه الوعي يزداد وكلما تحصل ضوائق وضغط اقتصادي على الناس فالناس بيتفكر إنها تشوف المخارج ما هي المخارج أن نستطع لمستقبل واعد بالنسبة للشباب بالنسبة حتى للأجيان القادمة من أبناء هذه الدول ننتقل على المحور الثاني يعني الحديث الضوشجون لكي نستغل للوقت محور مجموعة بريكس هناك بعض الدول الفريقية منها أثيوبيا ومصر قدمت للانضمام إلى مجموعة بريكس أولا ننظر للمكاسب التي تجنيها هذه الدول إذا تم قبولها في هذه المجموعة في البداية لا بد من الإشارة إلى أن بريكس في الأساس هي منظمة منظمة تجمع عدد من الدول اتفقت فيما بينها على تخلص من النظام المالي العالمي اللي هو نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وكله يسمى أو يعرف بنظام برايتون وودز وهذه الدول أو كثير من الدول ترى أن هذا النظام آل الأوان إلى أن يتغير والسبب في ذلك كثير من الدول تنظر إلى النظام القديم إنه نظام مجعف وليس عادل من نحية المالية ومن نحية نظام أيها المنتجة المؤسسات التي أنتجها نظام برايتون وودز بعض الحرب العالمية الثانية بما في ذلك البنك الدولي والتكريز اتخاذ الدولار كعملة معيارية يتم على أساس تزعير أو تعيير التعاول فهذه الدول ترى أن يتغير هذا الأمر حتى البنك الدولي أول مسألة بتاعة التعاول بالنظام بتاع السويفت يتعاول به كل العالم إلى الآن يتعامل على نظام السويفت فهذه الدول شعرت بأنه هي محتاجة لاستبدال تدريجي لهذا النظام وخلال خلق تكتلات جديدة تقوم على أسس عادلة وهذه الدول التي تقود بريكس أو المكونة لبريكس هي تشكل أكثر من 40% من سكان العالم وأكثر من 40% مساحة العالم وأكثر 40% من 40% من الثروات الدول المشكلة لبريكس هي كانت في البداية أربع دول مفتاحية في 2009 اجتمعت واتفقت على إنشاء الموظومة يقود مجموعة من الدول هي البرازيل وروسيا والهند والصين انضمت إلى هذا النادي في 2011 دولة جنوب أفريقيا فأصبح المسلمة واللي هو مخوذ من بداية الحروف البادئة بعد لهذه دول برازيل وروسيا والهند وصين ثم جنوب أفريقيا هذه الدول اتفقت كان الشكل الأساسي هو بناء سياسي محر في 2014 بدت تتجي هذه الدول لطرق الباب الاقتصادي من أوسع أبوابه وتكون كونت في 2014 بوق التنمية الجديد هو يعرف يحل بديلا للبوق الدولي وكمان تم أيضا إقرار تكوين صلبو مال احتياطي لتفادي بعض مرات تحصل طوارئ كما حدث هذا الأمر في 2008 الأزمة المالية العالمية وحقيقة هي الدول هذه التفتت بعد أن أشار أحد الاقتصاديين في دراسات لهذه الدول هو السمار أطلع الاسم أبريك قبل أن طولنا جنوب الأفريقية فهو نحظ أن هذه الدول هي أكثر تطورا أو أسرع نموا من الناحية الاقتصادية من بين دول العالم هذه الدول الأربعة وما شجع رؤساء الدول وقيادات وحتى النخب في أنها تلتفت لهذا الأمر فالتفت إلى هذا الأمر وأخذت الزمام المبادرة وفي 2009 بدأ التشكل الأول لبريكس فبالتالي بريكس إذا كانت إثيوبيا أو غير من الدول الأفريقية تزعى للإنضمام إليها فهل هذا التسابق هو حاجة مظهرية أم هي عندها وراء قيمة اقتصادية وقيمة سياسية أكيد في عدد من القيم أو عدد من المكتسبات يمكن أن تجنيها الدول مخلال انتسابة لهذه المنظمة هناك بعض الحديات المحتملة الذي يقوله بعض الفبراء مثلا يعني لو أخذنا من جانب إثيوبيا إثيوبيا يعني يقولون طموه أكثر من الزائد يعني النمو الاقتصادي الذي تملكه لا يؤهل هذه كي تنضم إلى قامة الدول في مجال الاقتصادي وهناك جانب آخر يقولون أن هذا الطموه الإثيوبي وغيرها من الدول الفريقية مرتكز على الموارد التي يملكون وهم يعتمدون على هذه الموارد لكي تنتج ثروات وبالتالي يعززون مشاركاتهم في هذه المنظمة كيف تنظر إلى هذه الرأيين أكيد الدول القائمة أو الدول المؤسسة لهذه الموزوعة تضع في اعتبار عدد من المعايير حتى توسع هذه المنظومة المعايير التي تستند إليها عضوية هذه الدول إنها دول قائدة اقتصادية تقود الاقتصاد العالمي أكيد الصين وحتى الهند وحتى روسيا فهي من الدول التي تقود أو توجه الاقتصاد العالمي وإتيوبيا أو غيرها من الدول الأفريقية وطبعا في مقدمة ممكن نتكلم على مقدمة الدول التي عندها الطموح وقطعت خطوات بعيدة فيما يتعلق بالمشوار بتاع الانضمام لأنه يحتاج لزمن لزمن فالجزائر هي من أكثر الدول الأفريقية المتقدمة التي قطعت شوط في الانضمام من خلال جملة من الخطوات التي اقتقتتها أول النشاط الدبلوماسي المحموم وحتى النشاط غير الدبلوماسي اللي هو النشاط الاقتصادي وعلاقتها قوية جدا مع الصين ومع المؤسسات الاقتصادية والشركات الاقتصادية الصينية فهي بالتالي ممكن تكون في مقدمة الدول في إنها تنضم وأكيد هو نادي مفتوح البريكس هي نادي مفتوح يعني إذا يستوفر الشروط الانضمام ويبع المعايير يعني هي طبعا الدول وإذا دي مزالة دبلوماسية هي ما صر بحد هذه الدول أن هنالك معايير مثلها مثل الاتحاد الأوروبي أو غير من المؤسسات التي تضع شروط للانضمام هي ما صرح بهذه المسائل لكن هي تفهم هي تريد دول أن تكون عند ذات تأثير ويمكن أن تفيد هذه الموظومة من الناحية الاقتصادية الثقل الاقتصادي وحتى الثقل السياسي فإذا اتجاوزنا في حديثنا المزالة بتاعة الدول الأفريقية سيكون قبل الجزائر في تركيا التي طبعا عند اقتصاد ومتطوير متقدم وفي درجة من المرونة للاستجابة فبالتالي هي الأكثر تأهيلا إذا تحدثنا على ممكن من من الدول ينضم في المستقبل لهذه الموظومة بيكون تركيا بيكون من الجانب التاني الدول التانية الطموحة والفرصة مفتوحة التنافس مفتوح في أنه كلما يتطور الأداء الاقتصادي للدولة هي تصبح مؤهلة لأنه غير جزائر وغير إثيوبيا من الاقتصادات الكبيرة في الاقتصاد النجيري في المصريين يعملون بجد واجتهاد للإنظمام طبعا هي المزالة مش صرعة ولا حتى هي زي المعضة في أنه الناس تحاول تنضم شكليا لبريكس لا في مطلوبات يجب تتوفر غير معلن عنها هكبر لها مئة المنظور غير معلن عنها إذا صين أو الحين ولا 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 روسيا ولم تتكلم على أنه في شروط يجب أن تتحقق حتى يتم قبول العضوية لا هي في كل مرة والتانية في كل قمة من قمم البريكس منذ العام 2011 بعض نظمام يونوب أفريغيا في دول تدعى لحضور أو المشاركة في القمة وفي القمم فمن باب ممكن يكون دعوة لدولة من باب الصداقة أو تتخذ دولة كضيف شرف في أنها تشارك في بريكس عضو بريكس تحمل كثير جدا من الفوائد ويمكن أن تعيد مزالة التوازن فيما يتعلق بالانفراد الأمريكي في القطبية الأحادي هذه المجموعة تزعى لأنه تعمل توازن في القيادة العالمية للدول العمومة للدول العمومة هناك قبل أصابيع كان هناك قمة إفريقية روسية في روسيا وهناك تحركات روسية في مختلف الجوانب التعاون مع إفريقيا وهناك أيضا تجاوز روسيا لمبلغ معين من الديون عن إفريقيا ومن جانب آخر هناك تعاون إفريقي صيني وهناك أيضا تعاون إفريقي أمريكي هل هذه القمم والتكتلات والتفاعلات والتفاعلات ممكن أن تنتج يعني تكتلات متعددة للك طاب ممكن نراها تؤثر في المنظومة العالمية بشكل عام أكيد أكيد طبعا كلام صحيح مئة بالمئة لا تزال أمام الدول الأفريقية كل الدول الأفريقية الفرصة لأنها تتحرك في هامش عريض هامش واسع فعلا القمم الروسية الأفريقية هي واحدة من الأبواب التي يمكن أن تحقق مصالح للدول الأفريقية إذا تم استغلال هذا المنبر خير استغلال فبالضرورة هذه الدول هذه العلاقات أو تنويع العلاقات علاقة الدول الأفريقية مع الدول الأخرى أو مع التكتلات الأخرى يتفليها عدد تحقيق عدد من المكاسب ليست روسيا لوحدها أيضا التعاول مع الصين والمنتدى الاقتصادي الصيني يعرف اختصارا بفوقك برضو يمكن أن يكون بديل بالنسبة للدول إلى أن يتحقق التساوي أو العدالة في الفرص ما هو في النظام اقتصادي قائم تكلمنا على النظام برايتل ووتز والذي يمكن أن يكون فيه اجحاف بعض الشيء لتنال واحدة من الدول الأفريقية قروض التنموية لاستخدام للأغراض التنموية يتم من خلال البنك الدولي أو صلوغ النقل فالأكيد طبعا هناك شروط مؤهلة لتنال الدول هذه الشروط السياسية ممكن تكون فبالتالي كلما تعددت القنوات بالنسبة للدول الأفريقية هي يمكن أن تحقق شيء وتستفيد من الصناديق البديلة غير صورة النقل أو البوك الدولي فبالتالي ممكن علاقات الدول الأفريقية مع روسيا أو علاقات القوية مع الهين أو مع الصين أو مع غير من الدول حتى الدول الخارجية توفر بدائل بالنسبة للدول الأفريقية حتى تدعم أو تجد التمويل الكافي لتحقيق التنمية لكي نختم القلقة هناك جهود الأفريقية للتخلص من النفوذ الفرنسي هناك إشارات تم ووضعها حتى في القمة الأفريقية الروسية كيف تتمكن الأفريقية حتى من خلال منظوماتها الاتحاد الأفريقي وغيرا من المنظومات الأقليمية التخلص من هذا النفوذ الفرنسي والاستقلال الاقتصادي الاقتصادي هي مرحلة نهائية أو أعلى المراحل في تحرك الدول لتتبوأ مكانة اقتصادية ومكانة سياسية وتتمكن من التحقيق سيادة بالكامل فيها مفتاجة لكثير من العمليات التي تقود أو تؤدي في النهاية لأن هذا الحل كنتيجة مرجوة أو ممكن تكون هدف لكل الحكومات بالنسبة للدول الأفريقية فنختصر المعادلة في أنه يجب أن نبيع أكثر مما نشتري إذا تحقق ذلك يتحقق الاستقلال الاقتصادي ما حاب بأن نتكلم في تعقيدات ومعادلات وتوظير اقتصادي نختزل الأمر في أنه المعادلة أنك يجب أن تبيع أكثر مما تشتري فبذلك تملك قرارك وتملك مصيرك وتملك سيادتك على على بلدك هذا هو الوصفة السحرية هذا هو المطلوب ككلمة أثيرة طلال هذه المحورين ممكن نختم بها الحل طبعا أفريقيا تأبى وترفض أن تكون دولة مستغرة بدون مفاجئات ففي كل بين شهر شهرين لازم يكون في أفريقيا في نوع من الحراكات وهذه الحراكات وهي ليست حراكات إيجابية طبعا هي حراكات سلبية لكن مع ذلك الانقلاب وإن كان شيء غير مرقوب فيه لكن نحن لازم نلتفت نشوف لماذا استقبل هذا الانقلاب بهذه الحفاو الشعبية مظاهرات يوميا تكاد لا تتوقف في النيجر مرحبة بهذا الانقلاب لأنه هو تغيير فبالتالي يجب أن نتوقف ونبحث نشوف لماذا هذه الجماهير نحركت وهبت لاستقبال هذا الانقلاب بهذه الحفاوة يوميا تكاد تكون في مظاهرات في كثير جدا من الشعارات وحتى في عدد كبير جدا من الجماهير في هذه التظاهرات تحمل العلم الروسي لازم نلتفت ونحلل مثل هذه الظواهر هي تستطيع أن ندي الاهتمام وندرس الموضوع بعض أكبر ونشوف إن شاء الله ممكن يكون الدول الغربة الأفريقية أو الدول الأفريقية يكون عندها موطئ قدم مع الدول الكبرى وتنزال هذه المشاكل التي تواجه العديد من دول القارة حتى السودان لا يزال السودان جريحا من هذه الأشياء ولا نولك نتمنى مستخدم أفضل لدول القارة فيها تستحق أكثر مما تجده اليوم إن شاء الله شكرا جزيلا عسين محمد أمين حاس على الاستفادة في هذا الموضوع وليقع بكم جددا إن شاء الله شكرا شكرا مشاهدين الكرام نشكرك أيضا لمتابعتكم هذه الحلقة وحتى جديد اللقاء وموضوعين آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة